أكد مسؤول في حكومة شرعية أن حزب الإصلاح ذراع تنظيم الدولي للإخوان المسلمين في اليمن يشترط الحصول على وزارات هامة في الحكومة المزمع تشكيلها بموجب اتفاق الرياض مؤكدا أن الإخوان هم من يعرقل تنفيذ الاتفاق وقال المستشار في وزارة الإعلام فهد طالب الشرفي أن حزب الإصلاح يعرقل تنفيذ اتفاق الرياض الذي يمر عام على توقيعه حيث يتمنع عن تقديم أسماء مرشحي للوزارات ويمارس ضغوطات في محاولة لأخذ وزارة الاتصالات وغرد الشرفي على حسابه بموقع تويتر قائلا إلى مساء الأمس وبعد مرور عام على توقيع اتفاق الرياض كان حزب الإصلاح هو المعرقل الأبرز لتنفيذ هذا الاتفاق ويتجل ذلك في امتناعهم عن تقديم أسماء مرشحيهم في الوزارة التي حصلوا عليها حتى ليلة الأمس بعد أن رفعت كل القوى أسماء مرشحيها إلى رئيس الوزراء المكلف وأكد الشرفي أن الإصلاح يحصل على أربع وزارات مثله مثل الانتقال أو المؤتمر الشعبي العام فيراوغ ويتملص ثم يدعي أنها وزارة غير إيرادية معتبرا أن هذا مؤشر على أن الإخوان يعتبرون السلطة مغنما وفيدا ويخططون للسيطرة على المال العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر